أهلا بكم وهذه جولة سريعة للإطلاع على أهم جاء في مختلف الصحف الوطنية والعربية والبداية مشاهدنا أفاضل بيومية الشروق التي عنوانت صفحتها الأولى بمختلف المواضع وجاءت كالتالي الجزائر قلعة السيادة الغازية وإعلان الجزائر يضبط خارطة طريق لمستقبل سوق الغاز في عنوان فرعي لموضوع واحد الرئيس تبون يرافع للحقوق السيادية للدول الأعضاء ومصادقة بالإجماع على قرارات القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز عادت جريدة شروق على الصفحة الأولى إلى موضوع دولي وكتبت هذه بنود الخلاف والاتفاق بين المقاومة والصهايين بينما كتبت في مواضع متفرقة ما يلي تخفيضات هامة على أسعار كل البقوليات الجافة وتقرؤون أسفل الصفحة الأولى في الرياضة بيت كوبيتش يحضر قائمة موسعة إلى بن رحمة وبراهيمي وتكيف التكوين لإنهاء ظاهرة الدكاترة البطالين وفي موضوع أخير هكذا يتم ترسيم معلمي الإنجليزية والرياضة بالابتدائية نبقى وإياكم ضمن معرض الصحافة لنهار اليوم واخترنا لكم من يومية الشروق هذا المقال الذي عنونا كالتالي خارطة طريق سوق الغاز تنطلق من إعلان الجزائر صادقت عليها بالإجماع القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ورفض تسقيف الأسعار والعقوبات الأحادية ضد أعضاء المنتدى توجهت القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بتبني واضح لموقف الجزائر ورؤيتها ما جعل منها بمثابة خارطة الطريق المستقبلية لسوق الغاز وعلى رأسها رفض سياسة تسقيف الأسعار والعقوبات الأحادية التي لا تحظى بتأييد من مجلس الأمن الدولي وأعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن موافقة جميع أعضاء المنتدى الدول المصدرة للغاز وبالإجماع على إعلان الجزائر وهي الوثيقة التي حملت تأكيد على نجاح موعد الجزائر من خلال توافق كامل بين الدول المشكلة لهذا التحالف الطاقوي كانت الجزائر وفية لتقاليدها في تقريب وجهات النظر في هكذا أو هكذا مواضيع بالإعلان حظية بدعم كافة الأعضاء نبقى وإيكم ضمن جريدة الشروق لنهار اليوم وإلى مقال آخر عنونا كالتالي تكييف التكويل لإنهاء ظاهرة الدكاترة البطالين والوزارة تشدد على احترام الآجال المحددة لمناقشة الأطروحات طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مديرية الجامعات التحضير لربط عروض لتكوين في الدكاترة بحاجات القطاعين الاقتصادي والاجتماعي لاستعداد فتح مسابقات الدكتورة لسنة الجامعية 2024 وفي إطار الإصلاحات التي تعكف عليها الوزارة من أجل مراجعة التكوين في الطور الثالث أو الدكتورة وخلافا للسنوات السابقة أمرت الوزارة بعقد لقاءات تقييمية لتحضير التكوين في الدكتورة حيث جرت عبر مؤسسات التعليم العالي في الفترة من 11 إلى 20 فبري المنصر وكشفت عن بعض الاختلالات التي شابت التكوين في الدكتورة طيلة السنوات تطالعون عديد النقاط تأتيكم ضمن هذا المقال إلى جريدة الخبر وتقرأون فيها ما يلي بالبونت العريض عنوانات إعلان الجزائر رسالة الإجماع والرئيس تبون يؤكد نجاح القمة رفض تدخلات وتسقيف الأسعار وضمان سيادة المنتجين تطالعون أسفل الصفحة الأولى في عنوان منشق أمطار الخير تعيد الحياة للسدود ومخزون سد بن هارون يفوق مليار متر مكعب كما عادت اليومية على الصفحة الأولى إلى مواضيع مختلفة تطالعون فيها هكذا سيتم تسليم المجرمين واسترجاع الأموال مع تونس وأكثر من مئة ألف شهيد وجريح بقطع غزة دون أن ننسى عديد المواضيع التي تأتيكم على الهامش الأيمن لجريدة الخبر لنهار اليوم من يومية الخبر إلى جريدة الموعد وتطالعون فيها قمة المنتدى أو قمة منتدى الغاز الجزائر تكسب الرهان والرئيس عبد المجيد تبون يؤكد التزام الجزائر بالعمل من أجل مستقبل مشترك وواعد لالغاز الطابعي إعلان الجزائر خطوة مهمة في الاستجابة للتحديات الراهنة وفي عنوين فرعية الرئيس تبون يؤكد نجاح القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات لمنتدى الدول المصدرة لالغاز دون أن ننسى أدقى التفاصيل التي جاءت في هذا الملف كعنوان رئيسي نبقى وإياكم ضمن اليومية وتقرؤون على الصفحة الأولى مجزرة جوعة غزة تعري المجتمع الدولي وفي موضوع آخر وطني الموعد اليومي تنقل مبادرتها لباس اليتامة إلى قلب قطاع غزة نبقى وإياكم ضمن جريدة الموعد واخترنا لكم منها هذا المقال الذي جاء فيه وزارة التعليم العالي تكشف عن عروض جديدة للتكوين في الدكتورة أين أبرقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إرسالية مدري مؤسسات التعليم العالي بخصوص ربط عروض التكوين في الدكتورة بحاجات القطاع الاقتصادي والإجماعي والاجتماعي وجاء في الإرسالية أنه طبقا لمخرجات اللقاءات التقييمية لتحضير التكوينات في الدكتورة المنعقدة من 11 إلى 20 فيبري الماضي وفي إطاره مسعى القطاع الرمي إلى ترشيد فتح عروض التكوين في الدكتورة لا سيما من حيث عدد المناصب وضبط الشعب أكيد مشاهدنا الأفاضل يأتيكم هذا المقال ضمن يومية المعايد وتطالعون فيه نقاط مهمة جدا فيما يخص هذا الموضوع إلى جريدة المساء وتقرؤون فيها قمة الجزائر انتصار تاريخي حققته الجزائر في هذه الدورة وإعلان الجزائر خطوة لمواجهة تحديات مستقبل الغازة تطالعون على الصفحة الأولى في عنوان رئيسي الرئيس تبوني تلقتها نقادة وزعماء الدول المشاركة بعد نجاح قمة الجزائر وقمة موتدى الدول المصدرة للغاز كللت بالنجاح التام دون أن ننسى مختلف المواضيع المتفرقة التي تأتيكم ضمن يومية المساء إلى مقال ضمنها اليومية وجاء فيها الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق دولي وباكستان تدين بشدة مجزرة الطحين بمدينة غزة لا تزال مجزرة الطحين التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيونية ولا أمس في حق مدنيين عزل من أبناء الشعب الفلسطيني كانوا يحاولون الوصول إلى المساعدات الإنسانية في غزة تثير المزيد من ردود الفعل الدولي المستنكرة والمطالبة بفتح تحقيق دولي في واحدة من أبشع الجرائم التي كشفت مجددا عن الوجه الدموي والهمجيل المحتل الصهيوني وطلب الاتحاد الأوروبي بتحقيق دولي في استهداف مدنيين بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية عند منطقة دوار النبولسي بشارع الرشيد في مدينة غزة بما أدى إلى ارتقاء 118 مواطن فلسطيني وإصابة ما لا يقل عن 760 آخرين إلى جريدة الغذ اليومية وتقرؤون فيها مختلف المواضيع أبرزها قمة الجزائر إعلان لمواجهة التحديات والدول المصدرة أكدت رفض أي رفع للأسعار بدوافع سياسية وتتمسك بسيادتها على مواردها الطبيعية ونيجيريا ملتزمة بتجسيد مشروع نيغال مع الجزائر أمبوب الغاز العابر للصحراء سيعزز الإمدادات في السوق العالمية تقرؤون على الصفحة الأولى الجوع يفتك بأطفال فلسطين وتشكيك أممي في الرواية الصهيونية بشأن مجزرة شارع الرشيد كما تقرؤون في مواضع متفرقة نحو إعادة تحيين معايير فتح الصيدليات الخاصة والأمطار ستتناقص تدريجيا بـ 25% في الجزائر إلى غاية 2050 دون أن ننسى مختلف المواضع التي تأتيكم ضمن يومية الغد لنهار اليوم ولكن نبقى وإيكم ضمن اليومية واخترنا لكم منها هذا المقال الذي جاء فيها الكناب ستؤكد ضرورة فتح النظام التعويذي وإشراكها في إثرائه أكدت نقابة المجلس الوطني للمستقبل مستخدمية تدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية كنابسات على ضرورة فتح النظام التعويذي وإشراكها في إعداده وإثرائه وتوسيع ضائرته من أجل الرفع من المكانة المدية والمعنوية للأساتذة وأشار بيان النقابة إلى انعقاد أشغال الدورة العادية للجمعية العامة الوطنية للنقابة كنابسات أيام الثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين فبري الماضي ببسكرابي بحضور ممثلين عن مختلف الولايات يأتيكم هذا المقال بعديد التفاصيل تطالعونها ضمن يومية الغد الجزائرية من الصحافة الوطنية إلى الصحف العربية وإلى جريدة الشرق الأوسط التي عنوانت بما يلا إسرائيل لا تختبر العشائر لحكم غزة والكويت تمنع التجمعات غير المرخصة كما كتبت مساعي أمريكية جديدة لضبط إيقاع مواجهات الحدود اللبنانية وفي الثقافة جنازة حلم بكر عارقة وسط خلافات عائلية دون أن ننسى مختلف المواضيع الإقليمية والعربية والدولية التي تأتيكم ضمن يومية الشرق الأوسط عفواً بيومية الشرق الأوسط نأتي وإيكم إلى ختام معرض الصحفة لنهار اليوم كانت هذه أبرز العنوين لنهار اليوم شكراً لكم على طيب المتابعة والإصغاء إلى اللقاء خطبنا مئ جديد نقول لكم بداية يوم موفقة وبداية أسبوع موفقة بحول الله إذن ما زلنا إلى غاية العاشرة إلا ربع ما فاتكمش الكثير من حلقتنا لنهار اليوم أكيد في انتظاركم العديد والعديد من المواضيع المفيدة والمهمة بدون أن ننسى مختلف المعلومات التي ستكون حاضرة معنا صبيحة اليوم وضيوف التي ستحطوا رحالهم في الأستوديو دون إطالة أكيد مشاهدنا الأفاضل إلى أول موضوع يحضر معنا صبيحة اليوم ونحكي على موضوع مهم جداً كما أعلننا في بداية الحلقة رح نحكي على الفرق بين القشرة أو قشرة الشعر الإكزيمة والأسباب نتعرف عليها لنهار اليوم أيضاً نتعرف على خلل الغدد الدهنية باش نعاجه هذا الموضوع ونفصله فيه أكتر وأكتر وحضر معنا صبيحة اليوم الدكتور حمزة بو خروبي أهلا وسهلا بك دكتور ومرحبا بك برنامج الشروق مورنينج تفضل أهلا وسهلا بك شرفنا ونورتنا وشكرا لقبول دعوة البرنامج دكتور العفو سبع الخير عليكم سبع الخير للمشاهدين اللي رم يتفرجوا فينا على مدار قنوات الشروق تي في شكراً أكيد دكتور طبيب وطبيب جلد طبيب مختص في الأمراض الجلدية أكيد دكتور رح نحكوه لنهار اليوم على مشكلة عنه من كل الجزائريين تختلف ويتتعدد الأسباب واللي هو القشرة دكتور بداية القشرة هي عبارة عن ماذا باش نبسطوها للناس هي نينجينا قد ما نروحوا للأسباب نينجينا نتعرفوا على القشرة واشنو هي القشرة يعني القشرة من أكثر المشاكل أكثر شيوعاً يعني في المجتمع دينا عند الرجال وعند انسا ممكن نقولوا القشرة نقولوا يعني في الشعر دينا ولا في الجلدة دينا يتواجدوا خلايا كما نقولوا كي هدو الخلايا يعني يموتوا ولا يعني يتكاتروا بزاف يخلقونا بقايا هدوك البقايا اللي نعيدوا لهم حنايا القشرة يعني بقايا الخلايا هي القشرة هي بحد ذاتها القشرة اللي تتراكم فوق يعني طبقات سوفلية العلوية عفواً تعالجلد ذلك يسبب لنا يعني ما نسميه القشرة كي يتراكموا بزاف والجلدة تعنات حب تترحم يعني إلى الوسط الخارجي كما نقولوا يتراكموا فوق فروة الرأس ويشكلونا اللي نسموه القشرة شحال ديرونجي دكتور القشرة بزاف أكيد الناس بزاف تعاني منها وتسبب إحراج بزاف للناس أكيد أكيد أنه يعني القشرة خاصة لكن تكون في مناطق معينة في الشعرة ديالنا وتكون يعني بدرجة خاصة كان واحد المرضى عندهم القشرة بكمية كبيرة جدا يعني تفوق الخمسين بالمئة من الفروة تعالراس ديالهم مما يسبب لهم يعني إنزعاش كبير يقدر يوصل حتى أنه الإنسان ما يخرش مرة من داره على وجهة هذه المشكلة أكيد دكتور رح نوصلوا حديث على هذا الموضوع تحديدا لكن خليني فقط نحكي مع المشاهدين اللي أوفيالي البرنامج واللي عندهم مشكل مع قشرة الشعر يحبوا يتواصلوا معنا يحبوا شاركونا تشربتهم في هذا الموضوع مع لكم غير تتصلوا بنا عبر الرقم الظاهر أسفل الشاشة وأكيد رح نفتح المجال لكل المشاهدين يالله دكتور نرجعوا إلى هذا الموضوع بالنسبة للناس لما تعرفش الفرق بين القشرة والإكزيمة والصدفية لأن الناس بمجرد ما تشوف شعر هيقولك آه عندك إكزيمة آه عندك قشرة آه عندك وكامل تخلي لهم الغبرة على الكتفين أكيد أكيد أنه يعني الناس كامل تأخذ يعني القشرة على شكل واحد يعني آه هذا عنده قشرة دونك يعني يكون عنده كما رك تقول صدفية ولا ولكن هناك فرق يعني القشرة تقدر تكون أولتها طبيعية يعني تقدر تكون يعني عبارة عن إفرازات طبيعية يعني كما نقوله الجسم التعنارة ويجعل أنه القشرة هذه تكون بكمية كبيرة يلا باش نروحه تدريجيا نفصله نقطة بنقطة كنا نحكينا وتعرفنا على القشرة ما هي ثاني حاجة نروحه إلى الإكزيمة واشنوه هي دونك الإكزيمة عبارة عن مرض التهابي يعني ما هيش كيف كيف كيمال لا علاقة له بالقشرة يعني ما لهش علاقة بالقشرة ولكن أتنسوا الإكزيمة عندها المشكل أنه تقدر تجي في مراتك مختلفة في الجسم من بينها تقدر تجينا في شعرنا الإكزيمة عبارة عن مرض التهابي سبب دياله واضح أنه نحطه على جسمنا حاجة ولا يعني نتحسوا الحاجة لتخلي أنه يصرنا التهاب في الجسم ديالنا دونك كين هادك العام اللي نعطوله لالغجان يعني كين حاجة اللي تسببت لنا في هاد الإكزيمة الإكزيمة كي يجي في شعر يقدر يجي معه إحمرار ويقدر يجي معه قشرة دونك حذاري البسوغيازيس والصدفية رهو مرض التهابي جاي من نابع من تحت الجلد يعني مع عوامل كما نقوله ويراتية كين ويراتة كين التهاب كين قلق كما نقوله ليسبب في التهابات جلدية يجو على شكل إحمرار يجو على شكل قشرة ليس فقط في الشعر على بها نقوله أنه أي قشرة لازم عند الطبيب لازم يفحص أنه يفحص البقية على الجسم لأنه مثلا صدفية تقدر يجي على شكل إحمرار ولا قشرة يجي أيضا في المنطقة تعمل المرفقين تعمل ركبتين يجي مثلا خلف الأدن يجي فوق الشعر دونك الإنسان لازم يفرق بيناتهم أكيد دكتور رح نوصلوا حديث على مختلف النقاط ولكن استقبلوا مكالمة هاتفية باش منطولوش على المشاهدين ونقولوا ألو صباح الخير ألو 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 شكن معنا ومنين يلا سيدتي تفضلي ركي على المباشر أنا نسمعه فيك ألو شكن معنا أكيد غرفة التحكم تحاول ضبط الاتصال ألو ألو سيدتي ألو مرحبا ألو 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 مرحبا ركي سيدتي على المباشر تفضلي شكن معنا ومنين أخيي أنا أمي أخوب من برج بوعري ريج يلا تحية لكم كل ناس برج بوعري ريج شكرا تفضلي بسؤالك رانا في الاستماع روي اسمع فيك تفضلي روي اسمع فيك سيدتي تفضلي بسؤالك أخيي كان لديت عليك ساعت راح للحفاف ومبعد واحد يومي ولا تزيين خرجت لو كانت كشغل هنا في مؤخرة جاتوا كشغل طباب ضيضة ومبعد ديتوا بنتي عن الجن لأني فادا فيها وطالوا ندوا وطالوا نشوفوا نساك لا تحسلوش مهم اه ومزالي يعاني منها دكتور أنا عندي قداء ومزالي يعاني منها دكتور هل عندك سؤال؟ يعني من وقتها لماذا صرت له هذه؟ ما حال عليها؟ قبل ثلاث شهورك دكتور تخيبية يعني عليها غير ثلاث شهورك قبل ما كان يعاني ولدك من أي شيء وقبلها ما كان عنده ولو ما كان عنده ولو دكتور كان لبك عليه واضح واضح جميل يلا بقايف الاستماع تسمعي إلى نصائح الدكتور دكتور دونك هنا على سب الحالة ديالها دي جابت أنه يعني سبب أو يبان واضح قلت لك ديتو عند الحفاف ومنها اللي صرالوا هذه المشكلة عدوة دونك يجوا على شكل بقع ياخدوهم بزاف على شكل صدفية ولو بالعكس تقدر تكون فطريات اللي تنتقل من شخص إلى آخر خاصة عند الحفاف كيما على بالك كين يعني الوسائل اللي يستخدموهم مولا يقدروا يعديو بها أخرين دونك على بالنب اللي تنتقل عبر الوسائل دونك هذي تتسبب جستمو في قشرة وخاصة في المنطقة اللي ذكرتها هي المنطقة اللي راويعاني منها ولدها يعني المنطقة خلف الرأس يعني تجيها شك على شكل قشرة وجنرال مو ما تجاوبش لأدويات على الصدفية لأنه كما يقول لك العامل لسي بالو مام يعني ما راهوش نفسه يعني البخوبلام لسي بالو مام دونك ننصح أنه يعني تعاود لازم بتات التشخيص يتعاود من دره جديد لعلى تكون يعني فطريات ولازم لها يعني أدوية ملائمة لها سبيسيال ملائمة لها جميل مهم جدا أهمية التشخيص اللي هنا يلعب بضور كبير وحتى يعني الإنسان لو يلاحظ ما فيش تغير على الحالة ضروري جدا يعود يغير الطبيب ولا يغير الدواء خليني هنا نقول لك أنه يعني كيف كنت نقول في الأول الأسباب تختلف لأن القشرة تختلف مثلا لكن ناخد القشرة على الفطريات ليست نفسها قشرة تحت الصدفية هنا نقول ديما للمريض لكان شفت وليدك عنده مثلا بلاكة في شعره تحتلو منها الشعرة يعني تحملها الشعر هذه البلاكة لكان شفتها فيها قشور وشعره يطلح حذاري أنه يكون عنده فطريات لأنه الصدفية في الحقيقة تجي على شكل إحمرار وقشرة بصح الشعر تحتلو منها ما يطيحش يعني الشعر تكون تطلع فوق هذه القشرة والإكزيمة كذلك ولا أي عوامل وحدة أخرى مثلا قولوا كين القشرة اللي تجي بسبب عوامل هرمونية كين قشرة تجي بسبب مثلا عوامل كيمالوستخاس كين اللي مثلا المحيط تزيلو كيتلوت كين تراكم بعض المواد اللي يتراكموا في شعر هذا ما ما يتسببوش في التساقط يلا نستقبلوا مكالمهاتي فيها ونقولوا أهلو أهلو صباح الأنوار وعليكم السلام ورحمة الله تفضل مرحبا بك تفضل رانفل استماع طبيب عندي زريين صغير عملا حداشن شهر حداشن شهر زاد بغشعر زاد ما عنده شعر اه اه ايديت طبيبتان جلد قل لي ما بزير صغير بغناطين اه 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 قل لي شعر كما والطبيب واش قال لك لما اخذته ليه كلمة صغير ما نعطيه دوكتور هل عندك سؤال اه احبيت انسق سيكبر كأسكو يعني عنده غير تساقط في شعره ولا كين تاني تساقط الحاجب بين تعفل عين اه ما عنده في الحاجب يعني الجسم كامل راه تساقط شعره كامل تساقط ما عنده قشرة في شعره طفل صغير ما عندكم حالات كما هو في العيلة الحالة الأولى لا واضح يلا جامل بقى في الاستباع راح تسمع الى نصائح توجيه الدكتور هنا كي سمعت الحالة يقول لك 11 شهر وخاصة انه يكون تساقط محسوب يعني كل للشعر والحاجبين هنا يختلف شوية الحالة تبني وكأنه ثعلبة كين وحد الانواع تعل الثعلبة ولا اللي تتسبب هكف تساقط عند الشعر عند الانسان تقدر تكون جوستو عند الاطفال الصغار تقدر تبدأ من 3 شهر حتى الربع شهر تكون سبب ديلها ويراثية ولو انه قال انه ما عندهم شي يعني في العيلة ولكن تقدر تكون في الأجيال السابقة بل كوه ما فاقلهاش هذي تسبب جزيما في التساقط الشعر تكون يعني انشوط تطال اللي ما يكون فيها لا قشرة لا احمرة لا ويترافق معها تساقط كل يعني الشعر تعلج الجسم التحال في هذه الحالة هل يتعالج ولا لا فيها حلول بيان سور هنا السبب ديلها راهو مناعي دونك سي اوطويما يعني يعني كين أجسام موضاد يفرز هالجسم ديلنا يطاكي و جسط موضاد ديل الشعر ديلنا فيها حلول برك لازم يكون بعض التحاليل يكون بها يعني مرافقة يعني ولكن طيب للدول وقالوا 11 شهر ما نقدر نعطيك حتى دواء بون هو 11 شهر صغير يعني الواحد لازم كما يقول لك يحسب لك تختار لك ما ما نقدره نعرض طفل صغير بالك الأدوية قاوية لتقدر تنقص ديجا أصلا هو الجهاز المناعي ديالور وضعيف صح تكون فيها النتيجة إن شاء الله يا ربي يلا دكتور نروح إلى أهم الأسباب المؤدية إلى القشرة والإكزيمة وهذه الأشياء كلها التي تمس فروة الرأس وتمس الشعر تحديدا كما قلنا يعني العوامل التي يأتي من المحيط التي تعيش معها كما على بلكم القشرة تقدر من الإنسان يتقلق الغد تحسس بزاف لك ستتولي ملتهبة كاين التلوث الخارجي كما على بلكم كاين مثلا الناس تستعمل تلبس بزاف لبوني هذا يسبب أنه يتراكم القشرة في الشعر كاين ثاني كما نقول الشامبوان والمواد التي يستعمل لهم الإنسان تحتلنا في النقطة المهمة يا دكتور أهم نقطة أربما حي وافقني كل المشاهدين الأكريم لما يشاهدون في نص وهو أكيد مواد الغسل الشعر والمختلفة الشامبوان يستعملون بشكل يوم أكيد أكيد أعنصر مهم فيه بيانسور معنصر مهم لأنه نحن كناس لا نعرفوش ولا نحو نشرو ولا ينصحونا بشامبوان والإنسان يقول لك راح شري هادي وشري هادي ولو كاين دي شامبوان اللي تسببون في القشرة نحن على بالنبل الإنسان ولا لا نعرفوش بلكن نشرو لا نعرفوش نقرأو لأنه اللي يكونوا في الشامبوان يكونوا سيدي ترم سانتفيك صحيح تقني لا نعرفوش نقرأوهم ولكن أنا ننصح ديما أنه الإنسان يبعد على البروديوات اللي تكونوا من السلفات اللي تكونوا من السيليكون اللي فيهم مثلا حمض الأمونيوم ولا لزالكول يعني انتكي تقرأ في الشامبوان معمر بالسلفات معمر بالألكول تقرأ فيه غير ألكول 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 بزاف يعني كما يقولون مستحضارات فيهم الألكول ولا فيهم السيليكون هذو لازم تعرفو أنه يحطموا الشعر ديالكم واشا يديرو كي تستعملهم رح يتراكموا فوق الشعر ديالك رح أشكفوا تستعملهم يتراكموا يتراكموا يحفزوا هذه القشرة أنها تخلق كتر وكتر دكتور نحبسوا عند هذه النقطة باش ما ننسوش اشفونا راك باش ما نتبحروش نستقبلوا فقط مكلمة ونرجعون ووصلوا الأسباب يلا ونقولوا ألو ألو صباح الأنوار هالو السلام عليكم عليكم السلام شكوين معنا ومنين مادام حدي من جزائي العاصمة يلا تحييديكو كل ناس العاصمة اللي رمي يشوفو حبيتنا هذا مع الدكتور تفضلي رفع تفضلك عندي سؤال أنا أوليدي لديه 15 عام في عمره لديه لديه قوة تندنسة تباك دكتور وديه قشرة في رأسه دائمًا لديه قشرة في رأسه جيدًا لديه يدير كرام في العبود يدير كرام لكن في رأسه لم نعرفنا ماذا يجب منه دكتور هل لديك سؤالة؟ أهوية حبيت نسخصيك الأخت شخص في عمره وكتشفت لديه المساعدة لديه المساعدة هو بدأت من كان صغير من كان بيبي هو عنده لابود أو السش دكتور يعني من كان بيبي هو عنده لابود أو السش نعم نعم دكتور واضح شكرا شكرا لك يا سيدتي يالدكتور الحالة واضحة دكتور الحالة واضحة هنا ينقلوا ديما أنه بلكتفل ديالها أو المريض ديالها عنده سيكون أوليكزيمة تأتوبية درماتي تأتوبية هذه ثانية عبارة عن أمراض التهابية تجي يعني في السبكتر هذا البسوريازي تجي يعني تسبب جفاف للبشرة يعني يعني البشرة تجيف بزاف فيما أو ممتون تسبب له كشغل نوع من أنواع جفاف للشعر يعني كونتلابو دياله في الكوير شوولي أو في الشعر أو تجيف تسبب له هذه القشرة دونك يترافق المرض بشكل معين يعني دونك هنا وشنا نصحها أنه لازم يكون عندها بالك لكن عنده فريما احمرار القشرة تكون عندها دي بخودي سبيسيال يمدهم لها طبيب هدو لازم يرافق مثلا يكونوا فيهم دي بخودي باس دو كورتزون كورتزون ينقص شوية الإلتهاب يكون على شكل كريمات أو مرهامات قدر تستعملهم ويكونوا ثاني دي شامبوان سبيسيال يتبعوها يعني باش نقصوا القشرة هذي يعني متعدابنش فقط على كريمات ترطيب اللاف ليست كافية هذو يقدروا كما يقولوا يرفقوا يعني يكملوا الدوال دي لها كي تكون القشرة بزاف لازم الواحد يدويها لازم يعني نقضيو على المشكل من داخل يعني من المنطقة اللي يفرز منها وفي هذه الحالة يشفى للابن أكيد أكيد أنه كما قلت لك يعني تحسس مع عوامل معينة كما عوامل الخارجية ولو أنه يعني مع الدول وكان يواضب عليها رح يجوز فترات يعني تقدر تكون طويلة ويقدر يرتح فيها أكيد إن شاء الله يا ربي يلا دكتور نرجع إلى نرجع إلى الموضوع إلى الشامبوان هاي كما قلت لك الشامبوان الواحد برك لازم يأخذ حضره يعني الشامبوان خاصة قلت لك اللي فيهم السيليكون اللي فيهم الأمونيوم الألكول يقرأهم مليح في التركيبة كما قلت لك يشوف باللي معمار بها دوما يعني يعني كين بورسنتاج خاصة لكان لبورسنتاج ديالهم يفوق الواحد بالمئة علش كينقرأوا تركيبة أي بروديو ولا أي مستحضر نقرأوا أنه فيه وحد لكتكتب كين تشوف انت البروديو فيه أكثر من واحد بالمئة سيليكون أكثر من واحد ألكول ولا أمونيوم ولا هدوما المستحضرات ولا لبخفة ولا هكذا أعرف باللي هدوما يقدروا يضروا الفروة تعرس خاصة لك شعرك يعني من النوع اللي يجف بالخف ولا يعني فراجل بزاف لأنه كين واحد الأشخاص عندهم الفروة زيالهم خفيفة يعني ضعيفة ناعمة ناعمة فهمتني كيفة دونك هدوما استعمال المواد والغاسول وغيرها اليوم ستستعمل كريمات استعمال مختلف الكريمات للشعر هل هذه الكريمات مفيدة أو مضرة لفروة الرأس مضرة أو مفيدة كما قلت لك هذا يعني من التركيب ولو أنا ننصح ديما أنه الإنسان ياخد حذره لماذا لأنه الفروة على الرأس ديالنا فيها واحد الشامبينيون واحد الفطريات التي تتعيش معنا كأي ميكروبات ولا كأي أجسام في الجسم هذه الفطريات يتحسس بطريقة غير عادية لأي حاجة لأي حاجة في قرصنا لذلك نقول مثلا عندهم صدفية التي يستعملها كديشامبيون التي يتعرضون للقلق وش هو السبب في الحقيقة هو هذه الفطريات هذه المالاسيزيون يتحسس كي يتحسس وش يدير يدير الالتهاب ليخلوا أنه تكون فيه إفرازات كبيرة للقشرة التي مرة من المرات تكون تهبط الكاتف تقلق يحك الإنسان يتعب بزاف دكتور بالنسبة للناس التي تشير توتينغام تحسس فيها شامبوان وماسك للشعر من بعد يقول لك بللي لازم تستعملها ولا مهم جدا ضروري تستعمل كل لغام هل هذا حقيقي ولا نقدره فقط نستعمله خاصة يعني نحن كشباب تدخل للدوج تجبد لقدامك تغسل به أكيد لأنه أنا ننصح كين برئيزم لخدموا على مثلا شامبوان تحت ساقط مراها شامبوان مثلا بشير الطب لك شامبوان لك يحمي شعرات لك لماذا؟ لأنه مثلا تستخدم شامبوان للقشرة لازم تعرفوا بالشامبوان للقشرة أغلبية المكونات الهدف أنها تنقص القشرة لازم تنقص القشرة لازم تجف لك البشرة تع شعرك راح من جهة راح تستفاد راح تحبس القشرة من جهة وحد أخرى كين بزاف نسا كين تاني رجال يقول لك أنا هاد شامبوان استعملته القشرة بسح نشوف لي بزاف شعري وهذا يتعبني يقول لي شعره بزاف نشوف ويطيح على بيها يكون مثلا مرافق شامبوان يكون مثلا إنسيغوم يقول لك لازم استعمله يعني يقول يكمل هادك لاغام بسك من جهة يحبس لك تساقط ومن جهة يحسن لك النوعية تعشاب ديالك تقعد الشعرات ديالك ديما مرتبة ما فيها شي يعني خالل ما توليش في خاجل ما ينشوف بزاف شعرك لأنه ما تنسيش باللي أنه نعايشين ونعايش مع الوسط الخارجي وكامل ونحب نكونوا يعني في أحسن هاي أمرات دكتور عندنا مجموعة صور مدى بنا نشوفهم في الشاشة في هذه الأثناء كمرا ننشوفه مجموعة صورة في كل صورة أو في كل حالة من الحالات وشن هي السبب مثلا صورة الأولى لننشوفها هذه عبارة عن يعني كمرحلة أولى نقدروا نقوله صدفية دكتور هنا صدفية لأنه كمراكم تشوفوا كين كتلة تحقو شور يعني متراكم هنا في الصورة هذه نقدروا نشوفوا فطريات علش فطريات لأنه ما كاش تساقط كين غير قشرة هكيا راي جايفو قشار نونك تكون هنا ينقدروا نقوله قشرة عادية يعني تساقط ولا قشرة عند إنسان عادي اللي كما قلنا بلك قلق بلك يعني عنده خلل هرموني ولا يعني استعمل أي برودي يقدر يسبب له نوع من أول تعال القشرة دكتور نقطة مهمة جدا نحب نطرق لها بما أنه راينا نحكو على الإكزيماء أو نحكو على الصدفية اللي راينا نشوفه فيها أثناء نسبة زافة ربما تلجأ إلى التداوي الذاتي وتروح يعني ينصحوها الشباب يقولوا استعملت هذه وفاتت نجربها هل ربما أكيد أنه راح تقول لي أمر خاطئ أو لا أمر ما لازمش نوصلوا فيه أكيد أكيد أنه يعني طرق تقليدية هدو ما اللي رام يستعملوا فيهم طرق يعني مرات ألسان ألسان يعني ما راهم مش سيكوريزي يعني يستعملوهم بركها كالناس معدهم مش خبرة في المجال ويعني خلطوا دي بروديو كيما قولنا يقدروا يكونوا دانجوري يكونوا خطر على شعرات يمشوا بمبدأ سقسين مجرب وما سقسيش طبيب سقسين مجرب والحالة كل مرض والسبب دانجوري دونك إحنا ما نقدرونش نطبقه كامل لما تختمه نطبقه على كامل الحالات كل حالة بحالتها وكل حالة يعني بلي بخود يديو لها حذاري ثم حذاري دكتور نروح إلى نقطة التداوي التقليدي نس بزاف تلجأ إلى الأعشاب نس بزاف تلجأ إلى زيت زيتون تلجأ إلى مختلف الخلطات التي تحطها ربما على شعرها فبالتالي ربما تساعد على تهييج الفروة تساعد على تهييج القشرة أيضا وتتسبب ربما في بعض الأمراض الأخرى منها تساقط الشعر وش رأيك في هذه النقطة أكيد أنه يعني الإنسان لازم يعني من الأحسن أنا في رأيك طبيب يتفاد هذا الطرق هذا مع العلاج لأنه التركيبة التي يستعملهم حتى لو كانت تكون أعشاب نقوله حاجة حاجة التي تكون تركيبة مضبوطة سيكون مضبوطة الطرق التقليدية يستعمل يستعمل بخلطة يعني بجهة بخلطة ويزيدون من جهة أخرى بخلطة بلا يكون مختلف تماما هذا ما يستطيع يسبب هيا جنف البشرة لأنه ليس أي بشرة تستطيع تحمل أي بخلطة يعني أنت تستطيع تحط التركيبة أو التركيز يكون كبير هنا يصار المشكلة هنا البشرة تقدر تهيج تحمل تفرز قشرة تقدر تصار مثلا كاريمون يستطيع تكون حذاري ثم حذاري دكتور وإيش علاقة البشرة بصحة الجسم هل من خلال صحة فروة الرأس نقدر نعرف إلى كان هذا الإنسان يعاني من مختلف الأمراض في الجسم هل هناك أمراض عندها علاقة بقشرة الشعر أكيد أنه البشرة ديالنا أو خاصة الشعر ديالنا كي تكون كما نقول ما كاش تساقط ما كاش يعني قشرة ما كاش تكون أنيك لف القشرة تأشعرنا أو شعر ديالنا بيانسوخ هذي الغفلة بالإنسان راهو يعني مرهوش يتحسس بزاف لما نقول قشرة حذاري أنه يعني نقول كما بالإلتهاب الغودة الدهنية تعلجد هي لدغمة سيبوغيك هذي عبارة عن التهاب بسيط في الشعر ديالنا يكون في المنطقة تعل أنف يكون في المنطقة هذي تعل سورسي يلاحظها ولكن إنسان ما يلاحظه بزاف يعني عبارة عن قشرة خفيفة في هذه المنطقة يركز لها الإنسان خاصة في الفترة هذه تعشتها مثلا هذه الغفلة بالشعرات ديالنا والفروة ديالنا راهي دي جمالات دونك راهي تنبئ يعني كما نقول للسنوات القادمة أنه تقدر تسر للقشرة يعني في هذه الحالة واش تنصح هم يدير بالنسبة للناس اللي ربما يلاحظوا بعض القشرات تواجدها على فوق الحاجبين أو في الغدد الدهنية على الجسم كما على بالك كان الغدد اللي تفرز كما نقول لسيبوم أو يعني تفرز القشرة راهي متواجدين في البشرة ديالنا في الوجه خاصة المنطقة هذه لازونتي تاعله فيزاج وكين تاني في الشعر ديالنا دون كي شوف روحهم باللي بدأت لهم شوية قشرة هنا أو في المنطقة هذه خاصة هذه المنطقة بين الأنف والوجه يعني يعرفوا باللي عندهم هذي المشكلة على دغمة تسبوغيك دونك أولا ما لازمش يحطوها ديغاك تومو صادفية ولا إكزيمة بسك هذا مشكل شوية مختلف ويحاضروا رحم أنه لازم يستعملوا مثلا غسولات تكون غسولات يعني كما يقولوا رطبة يعني 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 اللي يعاون هم ما هيجلهم شهدي القشرة يتفادوا بعض البردوات كما نسى يعني البردوات التجميل والكوسميتيك اللي قدروا يسببوا في هذه القشرة ويتفادوا بيانسور قدر الممكن يعني التقلاق اللي هو من أهم العوامل المسببة لهذه المشكلة أكيد دكتور حكيت على سبب واحد من بين الأسباب المؤدية إلى هذا المشكل حبيت نعرف باقي الأسباب اللي تؤدي إلى خلل في الغداد الدهنية دونك كما قلت لك لادرميت سيبوريك هادية نعود نقول لفطريات هادوك المالاسيزة بسك ممهنا كين المالاسيزة هادا يرى هو متواجد في الوجه دونك هذا يتهيج بأعوامل كثيرة المرأة مثلا كي تكون عندها خلل هرموني مثلا إنسان يكون عنده مشكل قلق ولا مثلا إنسان يستعمل دي بخودي اللي فيهم لا يضروا البشرة دي لنا كين مثلا كي ما قلت لك المشكل يقدر يكون قلق يقدر يكون ويراتي تاني يعني في العيلة كين واحد عنده هكا وكي ما قلت لك كين مشكل بركة هنايا المحيط دي لنا خاصة في الفترة هذي تعشتها يعني كين تغير مناخ وكأنه البشرة تتحسس كين نروحوا مثلا نخرجوا من الدار نكونوا في جو دافئ نخرجوا لبرود دي غاكتهم نخرجوا لجو البارد هنالغودة دي لنا ديركت أوبت تتحسس تولي تخرجنا هذك الإحمارات تخرجنا هذك القشرة في الوجهة يقدر يكون عامل تاني مسبب شكرا لك دكتور حمزة بوخروبي على قبول دعوات البرنامج لنهار اليوم أكيد نتلاقى في أعداد أخرى وفي مواضيع أخرى وشكرا لكل المعلومات المقدمة على وقتك اللي خصصتها البرنامج أكيد شكرا شكرا لكم انتم ثاني على التلبية كما نقول وعلى الدعوة وعلى إن شاء الله إن شاء الله سحى دكتور إن شاء الله تعدنا في إطلالات أخرى إن شاء الله يا رب أكريم فاي تكفي ماكلتك هي فقرة صحية اللي ترافقنا يعني بشكل أسبوعي من خلالها نتعرف على أهم العادات الصحية السليمة اللي لازم نكون تكون عننا احنا كمواطنين يعني باش نعيشوا ونحافظوا على الجسم دينا لأن الجسم دينا أمان ودايما منحاول نردوكم إلى الأكل الصحي أكيد مشاهدين الأفضل تعرفنا على موضوعنا لنهار اليوم في بداية الحلقة ونحن نحكو على أهم المقتنيات اللي لازم تكون حاضرة معنا في رمضان بما أنه رانا نوجده لرمضان ننجهز لرمضان وطريقة الصحية والصحيحة لطهي هذه المقتنيات باش نعالجوا هذا الموضوع باش نفسه فيه أكتر وأكتر ونخلوا المعلومة الصحيحة والدقيقة من أهلها رايح حاضرة معنا مشاهدين الأكريم صباحة اليوم لميا بليوز أخي صائية تغذية أهلا وسهلا بك وإطلالة جديدة في البرنامج شكرا لك شكرا لقبل دعوات البرنامج لميا نس بزاف رحي توجد لرمضان ورحي شوفوا كما رح نشوف وحنا في الصورة في هذه الأثناء يعني مقتنيات لرمضان يلا نتعرف عليها رحي تشوفي وش رحيك في هذه الصورة اللي رحنا نشوف فيها صباحة راي منوعة صح فيها في الصحي وفي الصلاة كان حاجة حاجة لالة حاجة فاليدي حاجة نون فاليدي شليا نصفوها شليا يلا ومعين جدا أن نجوز رمضان هذا بكل صحة وعافية بما أنه مازال ما فاتش رمضان رحنا في انتظره أكيد لازم نجهزه نفسيا باش نعيشه ورمضان صحي والسليم أحيانا نفوت رمضان ونقول الطفرة ما عرفناش هذه المعلومة ما جبناش هذه الحاجة ما كاش على بالي لكن رانا في الوقت دخليني أن نقول باش نتعرف على الطرق الصحيحة والسليمة باش يجوز علينا رمضان إن شاء الله يا رب بكل صحة وعافية ليس كذلك دكتور إن شاء الله يابي جستما كي قاعد أسبوع إلى رمضان بانتمنى رمضان كريم لطول مانتو دابا فلعتيني كي قلت أسبوع 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 يلا أكيد نفرح بسيدنا رمضان كي ما قلوا بالعام يوم استقبلوا بكل فرح وصورون ولكن الواحد سيبدل النظام الغذائي وعنده رجيم غذائي والفعل هو ما أمنش أيضا باللي أسبوع يعني ما بقاش في وقت ويجري سبحان الله هذا هو الوقت باش نوجده بطريقة حقيقة كي ما لابلنا كي بدأ يلحق شهر رمضان يبدأ تسوق رمضان لازم نوعي وروحنا باللي شهر رمضان سي فغير كي سي ديفيسل باش واحد يتبع غيجين باين بسرح أموال يكون صحي ومتوازن كي ما لابلنا في رمضان يجبهم مشاكل عسر الهضم دونك الواحد يسي لماك سي الساف مشاكل جي لناس رمضان دكتور 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 سي الموما باش واحد يصفي شوية روحو باش نبدو درجة خطوة باش نروح مع المواطن روحو وجد لرمضان يعني روحو يشريف المقتنيات كي ما قولوا بالعامية العولة لرمضان يلا أهم الأساسيات اللي لازم يكونوا حاضرين في رمضان وعلى طاولة تاعة رمضان وصحية أكيد بما أنك أخي سائية تغذية رح تعطينا أهم الأشياء الصحية اللي لازم تكون في رمضان نحن نسي الوحد كي يقتل رمضان يكون عنده كل عناصر الغذائية موجودة أول حاجة لازم يكونوا الألياف لهم الخضر والفواكه نسي النوع لماكسيما منهم كي إنما لحشاوش القصبر المعدنو سيتو هدوك سي امبورطن باش واحد يشريهم اتساترا بسك مهمين بزاف لديجسجن مام إذا نحطوهم جس في الماكلة من فوق كي نسي البروتينات نسي البروتينات النوع بين بروتينات حيوانية وبروتينات نباتية كي ما اللوحم البيض الألبان تانية الحبوب كي ما العدسيتو نقدرون ندرونه كمسوب تانية في شهر رمضان كي بزاف ليهملوا الحبوب من تسي تانية عدنا الحبوب ما تشوفهم جيقى على الطاويل في رمضان صراحة نحاولوا نحاولوا كيفاش ندخل لهم بسكي البروتينات نباتي تانية موهين في شهر رمضان كي انتو تانية فوق الجفة المكسارات هدو كما يكونوا الجفة يعني العينة العينة ببت مش مش ناشف فعلا مش داخل الحم الحلوني نهضر واحدة هدو واحدة بزم رحنا شكفاش لازم مكسارات هدو شخط لازم مشبعين وكوانسيسطان بقصحور باديل زيت صحي يشري زيت زيتون يحبوا باديل زيت صحي يشري الفارينة هذيك البيضاء يشري فارينة القمح الكامل باش يعوض بيها فعلا بخاصب هدو هدو هم أهم الحواج اللي لازم يكون حاضرين لازم تشروها مشاهدين الأفاضل يالله نخليني نوجه الكريمة الناس اللي تشوفين أصبحت اليوم وقلكم نتواصلوا معنا نتصلوا بين مشاهدين أكريم يعني خلونا نعرف وش قضيته رمضان وش ما قضيته وش تخليته عليه في هذا رمضان وش الحاجة اللي ما قدروا وش تتخلوا عليها في رمضان وأكيد مش الصح كي نعمروا العولة ولهذه السلات المقتنيات خليني نقول الصح أنه نعرف وش نحطه فيها ونخمه بعقولنا قبل منشروا أي حاجة يالله في انتظار استقبال مكالمات الناس الهاتفية باش تشاركنا بالموضوع أكيد نرجع إلى أهم المقتنيات يالله دكتور رمضان كي نقول رمضان قوله شربة فريك كي يقول لك حريرة يعني بين شربة حريرة وشربة فريك يالله وش أنت تنصحي المشاهدين وشنه الصحية أو الشربة الصحية اللي لازم تكون حاضرة على الطاولة في رمضان كمقبلات سيبجن وشكين الشربة صحية أو الحريرة صحية منقدروا فيزج نديرهم بطريقة صحية جميل أهم شي ندخل فيهم يكون داخل بناتهم خضر باش يكون ديجيستي فيتو وأمام ما نكتروش منهم كين طيبهم ما نكتروش فيهم بزاف الزيت شغطو إذا كان فيهم ديجال لحم يعني ديجال لابن يطلق زيت أوسي ديجال نقص فيهم الكمية تعلقها ونديرهم غنيين بالألياف هكا باش نقدروا ناكلوا شربة فريق ونقدروا ناكلوا حريرة لكن بطريقة صحية ننصح أوسي نقدروا ندخل بطريقة سوب كيما كنقل شربة شربة العدس حنا ما لدينا شاة تقافة ما يسر جان لك ندخلوها بس كي تجي بنينا بيا بخيز شربة فريق وحريرة وعندس اللي قلت شربة خوضر اوسي فارئزم سوب غنيب لليجوم ولا دو بولي كيما يقولوا شربة البيضة شربة بيضة اللي ديروها هنا لازالجوال تقدر تكون فيها لفت قرعة بطاطا و بولي تكون بغموان راهي خفيفة ما تكون شبرك مزيت بزاف كيما ديجا صدر صحية على الأقل يضع في الفرن ولا وليوم يقلوها باش ما يزيدوش هذيك زيت بزاف باش ما يقدروا يأكلوا الطبق الرئيسي اللي يجي بعد اللي فهتانية بروتينات وكربوهيدرات والياف يالله نرحو الى البوراك وش لازل عناصر اللي تكون متوفرة في البوراك باش كون بوراك صحي بالإضافة الى انه لازم نتازجو لجبني يكون خفيف ما يكونش بزاف بزاف تقيل وتاني وش نقدروا نديرو لها ديك لعفاق ستع البوراك نقدروا نديرو لها خوضر نسكرف لها باكزامبل شوية زرودية شوية بصليتوها كا يتقلم معها باش اما يصفيها يكلها الوحد يكون تكون خفيفة وممطوها ويزيدو ويحطوها في الفرن وليوم يكلوها هكا أمو البوراك يكلوها بطريقة صحية يلا نرجعو شوية إلى المقتنايات قبل رمضان نس بزاف ذكراها تشريو تكونجلي تشريو تكونجلي تشريو تكونجلي في عديد المواد الغذائية وشنو هي المواد الغذائية اللي نقدروا نكونجليوها من الآن وشنو هي المواد الغذائية اللي ما تنصحيش انو نجمدوها على بون هي الظاهرة هذي منتشرة بزاف يقول لك بشي ربحوا الوقت يقول لك بسكي خافوا يرتفعوا الأسعار بلك شهر رمضان سوف غيك بلك فيها فوائد تترباح الوقت يتوبصح ما نهملو وش صحتنا تاني كيمالخضر والفواكه يبقى يناكلوهم هكا بطازجين بطازجين يعني تشريها من السوق اكزاكت ومشي كيمالك يكونوا كونجلي سوكتو بعض الفواكه تنقص كمية الفيتامين أعطنا أمثلة كما الفيتامين سي بأكز مورمان 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 يتجمد تنقص بزاف القيمات تاعو كاين بوحم نقدر نجمدهم بصحتاني كاين مدة لازم نحافظوا عليها أنا مسح واحد كي جمد الحم أمو يشفال لدات ليحطو فيها باش ماكسيمم خمسي يام ستيام يجبدو يخليها كثير بل يتجمد بكتيريا ويضرنا بالسويد لن تجعله يطول وقت طويل يلا نرجع إلى مختلف المواد الغذائية نبقى فيها إنه كان ناس تشري القرنون جمده تشري جلبان تجمده أنا نشوفه كل حتى يصل ويجمده هل تنصحي أنه حتى المواد الغذائية يوجدوها من الآن ويجمدوها لرمضان ولا بالصح يبقى أحسن لو كان ياخدوها طازجة كما لبص الفتنة قطعناه وخرجوا الأليف ويتقطعه وتنقص الرطبال يدخل تروح هذيك ليدغطها ثم تنقص شوية الفايدات ومام نيفو المدق المدق يتبدل بزاف كين طيبو بخضر طازجة وين طيبو خضر أو الحمرة هو كونجلي دونك ما نصحش بزاف بالتجميد ولا أموال ماشية ووقت طويل الأموال نقصة والوقت تجميد 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 يلا نرجع إلى طاولة رمضان وطرق الصحية التي تكون طاولة في رمضان صحية بحول الله حكينا على الشرباء أنواع الشرباء المفيدة التي تكون محطوطة على الطاولة حكينا أيضا على البولاك وأهم الحوايج والمواد الغذائية التي يجب أن تكون في البولاك وشيكون صحي وسليم حكينا أيضا على طريقة طاولة البولاك إضافة إلى هذا وشنو هي العناصر الغذائية اللي لازم نحطوها ونشوفوها كل يوم على الطاولة 30 يوم بعد مهضرنا على المقابلات وش هيكون في الحساء والشرباء نروحوا للطبق الرئيسي اللي يجي من بعد ننصح بشيكون متواجد شرباء مشي طبق رئيسي عندكم لا لا احنا عنا طبق رئيسي لا لا نقول لنا احنا يا شرباء هي الأولى والأخرون قولوا دوزيان بلا بسحكي تشوف صح طبق رئيسي هو دوزيان بلا صحي المقابلات الشغل الانتخي هي الشرباء دوزيان بلا شلادة يعني خمسين بالمئة توجغم هذا الطبق لازم يكون ألياف يكون سوى خضر و ألياف أو أمو تكون كائنة لصالت لصالتة دي لازم دائما تكون حضرة معنا صالتة الخضرة أو أنواع أخرى من صالتة صالتة خضرة خيار طماطيش بيت خاف المهم خضر يكون أكري أو المهم يكون كائن ألياف يلا باش نبقاهوا في الصالتة شفايا نقاط على الصالتة مشو لازم يكون في الصالتة نستقبل مكلمة هاتفية ونقول آلو صباح رعو نوار صباح الخيرات صباح النور صباح النور شكون معنا ومنين يلا تفضلي سيدة نور هان من قسنطينا يلا تحية لكم كل ناس قسنطينا اللي رأيتشون فينا الصبيحة اليوم ما حكينا قبل ما نحكو على رمضان الأجواء في قسنطينا كيف شراهي والله الحال مليح شميصة الله شوية البرد ما الدنيا شاي حال كيف الله يبير حمد لله يا ربي رأكم تخرجوا تقضوا شوي لرمضان ولا ما زال والله أنا واحدا من الناس ما عنديش هذه بافوبي كما نقوله ترقديان ولا نورمال عندي نقضي شهري كما سير الأشهر يلا جميل أنه الإنسان يعيش يوم بيوم كما نقوله بالعادة والله عادي عادي عندي رمضان وكنت خار في نتم ليرانان كما نقولون نقتصدو شوي من الشري بالزاف ومن المصاريف صح المفروض أنه رمضان يكون اقتصادي وصحي يعني في العادة يعني المفروض أنه نعيش بهذا الطريقة ايكزاكتاما ونحييك على هذا الشي يعني هذا الحاجة اللي لك تقومي بها لأنه حقيقة يعني لازم نتملو هذا الأشياء ولازم تكون عند كل الجزائريين هذه العقلية والله قناعة يعني الإنسان يوشح مشري كما يعني كما نقوله في يشري البصلة يشري البطاطا يشري اللحم يشري يكون كما نقوله نحن مقدوره كل إنسان مقدوره صح الإنسان يتعلق بالصلات والدين والقيام الليل وهذا كل الشي كل ما يعطيش الفرصة لأنه يتوليها مع الماكلة بزارب شي ما يتحط قدامه ويأكله يعني طيبه نورمال كما كما في كل شريبات شو صلاط الله الله أكيد ديس أرش ويخ خضروات شو يتواكه هذه هي وجوز ويجوز كل شي إن شاء الله إن شاء الله يا ربي بالمهم الإنسان يأكل يشباعه ويسد الجوع دياله هذه أهم حجمي هم يقولوا خير الزاد التقوى صح والخير والفيدة في العبادة خير الزاد التقوى الإنسان ما نزمش يدخل في الصراعات هادون على القضيان والطياب وشنديل اليوم وشنديل غدوى ليكون يبغي كما نقول إحنا بطريقة صحية بطريقة منتظمة ونعرف كثير نقسمه لغرب عطرنا شوية 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 حتى نفوت الوقت هذاك وخلاص هو المفيد في رمضان كله هو الاعتناق بالدين والصراعات وقيام الليل هذا هو والغر شيء منطقي جدا كلام منطقي اللي تقولي فيه يعني حقيقة نحييك على الفكر ديالك ونحييك على الثقافتك الاجتماعية لأنه المفروض الشيء اللي رك تقولي فيه يكون عام عند الجزائريين ككل ولكن للأسف يعني احنا رحنا في جهة او منحة لازم الإنسان يجتهد صح وليزم كما يقول احنا يحط رح نتربي في قلبه ويأكل بالشيء اللي كاي يقدر يدير شريبة وشو سلطة وهو مفاطر وذاهي ورح نتربي مفوق وكاي اللي عنده لمويا يحط طابلة صفرة كبيرة طويلة وعريبة وشح يأكل يأكل الشيء اللي يقدر يدير يكتبه ربي يعني الإفراط في الأكل ثاني وموضير للصحة وموضير لكدان حاجة من كما يقول من كل جوانب اكيد والله يعني كما يقول بالعمية ايضا الاخلق ما يضيع ربي سبحانه مرحش نموت وبلجوع كما نقول ورمضان يجي يجيب خير ومعاه وكل ناس تأكل وكل ناس تشبع وكل ناس تصوم أهم حاجة أن نخرجه بأعمال جميلة وأعمال يتقبلها ربي مننا سبحانه إن كان صيام ونقيام ويتقبل مننا إن شاء الله شهر العظيم شهر الكريم إن شاء الله بالخير والصحة يدخل علينا وإن شاء الله ربي يوفقنا فيه بالصلاة والدعاء وإن شاء الله ندعي لإخواننا في فلسطين وإن شوكوهم بركنا نشبعو منحوصو إلى الماكلة ولا على الشري ولا على الجري ولا إن شاء الله ربي يدخل علينا بالصحة والهنا على أمة محمد كامل إن شاء الله وشكرا على هذا الحصة والحمد لله كيراكو بخير إن شاء الله يتقبلوا مننا بالخير وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي شكرا لك على هذا المشاركة وهذا المداخلة سيدتي تحية لك وكل ناس قسنتنا صباحة اليوم يعني كلام ما فيه الصميم قلته يعني شهادة حية من مواردنا جزائرية متصلة ريتشوفينا يعني حكاتنا نقاط مهمة جدا صراحة أننا نحب الناس اللي يكونوا عندهم العقلية هذه أهم حاجة كما قلت لك أن العبادة الصدقة اللم العائلية نحاولوا نعاون بعضان لأنه رمضان ربي ضع فيه الأجر حقيقة نغتنمو الفرصة في هذه الأمور أفضل من نلتو بالماكلة يعني ونشرون ونحطوا الطابلة من كما قلوا من كل المأكلات بعد نرموها في غالب الأحيان صح تروح يعني إلى عفا كما قلوا وربي يصنع نرموها في المهملات والنفايات للأسف الشديد يلا نرجع إلى موضوعنا لنهار اليوم باش نوصلوا الحديث على رمضان صحيبي حول الله وكنا حبسين في الصلاطة كيفاش لازم تكون لازم تكون بسيطة ولكن غنية غنية يكون فيها يكون فيها تنوع في موقع لازم تكون تكون حضرة سوى الصلاطة سوى الخضر المهم يمكن لدينا يسوق تأليف في الطابق الرئيسي تنوع يلا نحن وصل الحديث لكن دعونا نستقبل المكالمات فيها وحدة أخرى ونقول آلو آلو صباح الأنوار نعم صباح الخير صباح الأنوار شكون معنا ومنين أسماء من العاصمة يلا تحية لك كلناس العاصمة يرام يشوفوا فينا صباحات اليوم تفضلي بسؤالك أو مداخل بداية شكرا على الموضوع أعطيك صحة شكرا لكم لأنه عجبني بزاف تانيا كم يشيرون المعلابات يشيرون الطان يشيرون معاييس يشيرون لكل نشان حبيت معرفة استهلاك تحهم المفرق فرمدان يأثر على الصحة تعلام يعني يشيروهم بزاف يستعملوهم بطريقة يكلوهم كل يوم كل يوم كل يوم كيفش يأثر على الصحة يلا جميل عندك سؤال آخر هل عندك سؤال آخر هذا مكان تعيشوا موفقين إن شاء الله إن شاء الله ياربق بالختم فقط نسق سيك وش وجدت رمضان شهيت رمضان بديتي ما بديتي حقيقة ما شريتش هو ما قدتش ما زال يلا ما زال مكتب ربي ما زال حال يعني كما قلت السيدة المتصنة ما زال حال للإنسان يغتني من رمضان بالعبادة والصلاة أفضل إن شاء الله يعطيك صحة الأخت يلا نرجع إلى سؤالها باش نوصلوا إلى الحديث هل المعلبات أو الاستعمال المفرط للمعلبات في شهر رمضان يؤثر على الصحة هي قلت مفرط لو كان قلت دو تنزان تنزان زمن ديرو شوية ما يسف لصلاة أو لا تنزان وصورة إذا كان تنزان ما فيه جديد باركزام كين تنزان بالماء أو لا تنزان بزيت زيتون نستعماله بكميات قليلة بصلاح الإفراط كل يوم يستعملوا المعلبات كما لبننا فيهم مواد حافظة اتس ما أبخيتو فيهم ديتوكسين يقدروا تنزان في الجهاز الهضمي ثم ما ننصح نكترون منهم بزاف الأقل تنزان تنزان لا تنزان كل يوم يكونوا في الطاويلة ولكن ربما المتصيلة رأي تشوف هنا دوكا باش نجاوبها إجابات دقيقة تقول لك باللي عندي سنوات وانا نكون في هذه المعلبات ومسرى حتى تسموهم عندها جهاز مناعي تحاكم يقدر يصرى لها من بعد صحيح وإلى مضرتها تقدر تأثر على عائلتها وعلا تقدر تكون جنيتي وتأثر على الجيل القادم بالنسبة للمعيس فقط في المعلبات كيف نستفاده من ماذا أخرى تعوضنا على المعيس أو لازم ناكله هذا نقدر نستعمله المعيس هذا لا يوجد كميات كبيرة هذا ما كان لازم نحيوه بلس بلس فوائد ولكن نقص بالنسبة للمعيس التي نلقوها داخل المعلبات هل هي صحية أو لازم نرموها أو كيف عشان تعمل معها أنا بقصان نرموها بلس كما علبنا لا نستطيع لا نستطيع ممي دايق لك بلس لا نستطيع لكن لا نستطيع نعرف ويكون فيها تمام من الأحسن ومن أهم الحوايج يكون فيها والمواد هي المواد الحافظة هي الهدف هذا كل ما لكي نستعمل الهدف تفتحها ما شيء شيء أصلا بشكل تقوص يلا نستقبل مكلمة هاتفية أخرى ونقول ألو 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 وعليكم السلام ورحمة الله شكوين معنا ومنين أنا الأخت خلطني سيدي بالعباس يلا تحية لكم كل ناس سيدي بالعباس تفضلي ركي على المباشرة نسمعه فيك نعم تفضلي ركي تسمع فيك تفضلي بسؤالك سيدتي شكرا نعيشك عيشك يلا تفضلي ركي نسمعه فيك سؤالك من فضلك دكتور تفضلي تفضلي ركي تسمع فيك تفضلي أنا نسمعه فيك تحية لحي من فضلك سيدتي نسمعين من الهاتف ونقصي صوت الشاشة باش يكون اتصال واضح سيدتي نقصي صوت الشاشة من فضلك وسمعين من الهاتف رجاءً باش يكون الاتصال واضح ونقدروا تسمعوك وتسمعينه يعني مكالمة نسي ونستقبلوا مكالمة أخرى ولا نستقبلوك مرة أخرى رجاءً بكل الناس اللي راي تسمع فينا صبحت اليوم سيوا تنقصوا صوت الشاشة وسمعونا من الهاتف باش يكون الاتصال لأنه فرق بين البث وفرق بين الاتصال لما يكون بالهاتف نرجعوا إلى موضوعنا إلى كنا حبسين في السلطة وتعرفنا على المواد الغذائية اللي تكون حاضرة في السلطة اللي هي بسيطة وتكون غنية وتكون منوعة ومشكلة من ألياف وغيرها يلا وشن هي الحاجة اللي لازم تكون أيضاً على الطاولة كي مرة نشوفه في الصورة يعني فواكه مجففة الفواكه مجففة أنا نصح بيهم مشي في ذاك الوقت في الإفطار نصح بيهم تخطو في وقت في وجبة الصحور بس كوجبة الصحور مهمة بزاف كيم بزاف اللي يهملوها ديجا نقول بلي بما تابت فتر صابح في الفطار لازم يكون فيها أطعامة طاقوية ومشبعة كما الفواكه الجافة والمكسارات أيضاً السكريات اللي يكونوا مركبة كما الفواكه كما تمر الموزولة كل أنواع الفواكه عدنا تانية الحبوب الكاملة كما الخبز الكامل الشوفان الكسكس تاشعير هدو كامل ملح في الفحر كسكس في رمضان يعني الناس شوية رح تحيريهم ولكن معلي في الفحر يقدروا ياخدوا كسكس تاشعير خطر مشبع وفيه سكريات مركبة يقدروا تانية البروتينات كما هدوك الفروماج فخي والالياو الطبيعية تانية مشبع بسك فيه بروتينات والمكسارات كما الجوز بسك فيه دهون وفيه بروتينات جامل يلا كنت احكيتي على المواد المجففة العينة وغيرها لكن نحن نحكو على كل فاكهة على حدة ولكن دعني فقط أستسمحكي نروح نستقبل مكرمة أخرى لأنه في الاتصالات اليوم تفاعل كبير على البرنامج وعلى الحلقة وعلى مواضعنا لنهار اليوم قلوا آلو آلو صباح الأنوار آلو آلو مرحبا مرحبا بكم صباح الخير صباح الأنوار ركي على المباشر شكون معانا ومنين أنا أم محمد من ولاية مدية يلا تحية لك وكل ناس لمدية تحديدا قبل ما نروحوا لموضع كيف شره مدية البرد ولا سخانة عدنا شوية البرودة البردة اي عدنا البرد الحمد لله يا ربي عدنا لها هذا هو وقته أجواء شتوية بكل صراحة الحمد لله يا ربي كنا نستنى فيها جحال هذه ونستنى فيها ذا الأيام مباركة جاتنا بردة والحمد لله الحمد لله يا ربي إن شاء الله رمضان تاني يكون هكذا بارد باش منعيه وش بزأ يلا إن شاء الله يا ربي كيف شره التحضيرات عندك لرمضان الحمد لله يا ربي ما نقول لك ما كانت تحضيرات يسمى كيف شره كم أساسيات موجود الأساسيات بصح القضية نزل رمضان السويس والمازال غيرها النهار قبل قبل رمضان ولا يومين قبل رمضان وشنهما الحواج اللي لازم يكونوا عندك قبل رمضان تبدأ بيهم رمضانك ما كما نقول لك لازم كما الزيت كما ذو صوارح الأساسيات لازم يكونوا في البيت ما وش هنقول لك هذا هما لازم أساسيات ومودي كاتن جيبوا القضرة واللحوم وخذوا صوارح لي بخطية خطرها صح أنتوا في مدية شرب أفريق أو حريرة؟ نحن نقوم بشرب أفريق يعني من نسبة حريرة نقوم بشرب أفريق نحتمدها بثيب جميل يلا سؤالك تفضلي رأنا في الاستماع إلا عندك سؤال عندي سؤال للأستاذة الدكتورة نحوص نقوم بيهم في رمضان وأنا عندي شوية مشكلة في التغذية يعني كي عندي عسرة لهذا المبزيق ونحوص نحوص ندير ريجيم ونحوص نتعطيني نصائح كيفية نتعامل في ذلك شرب كيف نأكل كيف نشرب كيف طيب شحل ميزان ديالك سيدتي؟ ها؟ شحل ميزان ديالك؟ سؤال صعب ميزان ديالك سبعين هاكاكس والطول ديالك؟ والطول عندي 3.60 3.60 يعني ميزان سبعين زائدة شوية شكرا لك على هذا المداخل أكيد ستسمعي إلى نصائح الدكتورة قاتلك شكرا رمضان حبت جوز رمضان صحي وأكيد تستغل الفرصة بما أنه نقصوا الأكل ونقصوا كل الأمور زائدة التي يمكننا أن نكلها في حياتنا اليومية وتغتنم الفرصة باش تدير شيء مشتقول لله ديالك الصيام سيكون مساعد يعني اللي يحبوا ينقصوا في الوزن يقدر شهر رمضان يساعدهم ننصحها أنه تتخلي غذاءها متوازن ومتنوع يعني من كل مغذيات شكتو كي قالت عندها عسر في الهضم الأحسن تكتر الألياف تشرب مليح الماء ثاني اللي ضغطة شامنها ملوهاش وأنه تبعد على تسكي القغاب الزاف القليان تستبدل طريق تطهوتها كما البوراك قلنا تحطه في الفرن إذا دارت تخضر أليو زعمال البطاطا أليو متقليها تديرها في الفرن تدير في الشربات تدير فيها تستعمل كمية قليلة من الزيت تزيد فيها خضار تقدر مهم تستبدل زيت بزيت الزيتون وثاني السكريات لا يجب أن تكتر منهم بساف لازم تليميتيهم سيبغيك واحد يتشاهدها في رمضان لا نستطيع أن نقول له نحيق البلوز وزلابيا وستغاق طايفة لا يجب أن يليميتيهم وباقي عندما يدير مرة في الأسبوع يدير فيروحوا بليتر باقي الأسبوع يقدر يأكل سواء تحليات خفيفة بمكونات صحية ولا يدير فواكه ولا ثم نصحة تبعد الكثرة على السكريات شكتو ليش أجوتي وسكريات سريعة وتبعد على الفليف خيتوغ والقليان شكتو وعلى الكمية اللي كنت هدرت عليها هاداوين ولا أشرت لي هاداوين مهم جدا أن الإنسان يحدد الكمية اللي يأكلها في الفطور أليس كذلك؟ لازم أبخيتو من ديروش وكل واحد يأكل علاقية إحتياجاته وصورتو إذا وحضره مهتم بنقص الوزن ما سيبغي يأكل صحيب كمية العبدور كمية فالله باش يعطي الفرصة الجسمه أنه يهضم بس كامل جورو كامل لا جورني لازم واحد يروح بالعقل والثاني وش نقدر نمد لها ناصحة فيكو عندها عسر عسر في الهضم باش تسهل الهضم جاحا بكي تكسر صيان ما تبداش تاكل جاركتو مال شربا يستيغا من الأحسن ديجا أصلا هي سنة تاكل حبات مر وتشرب كاسما معاها وتريح شوي تصلي باش تبدأ تاكل أطباقتها باش كي ناكلوا هذي كل الحبات ديجا أول شي رايحة تساعدنا باش السكر في الدم يزيد تدريجيا لا يزيد تدريجيا هذه الناس اللي ربما طرحت ديما سؤالت قلت لك الحكمة من أنه يأكل إنسان طمراء واللوم يجعل الجسم يرتاحهم بعد يواصل علىه كما قلت لك السكر يزيد تدريجيا في الجسم لا يزيد تدريجيا وانما امتان كي ناكلوا هذيك الحبات تعتمار رايحة تكتفين الانزيمات تعل هضم وجسمنا يجهز رحو بشدر عملية هضم للطبق الأكبر اللي راهو جاي موراها جسمنا روح يوجد روحو ماشي كما كيندخلوا عليه دعكتهم بالفلارة هو رايح يتشوكا ويصرع عسر في الهضم ننصح بهذه الحبات على التمر وكاستعلمات غير يؤدي المغرب ليس حال الوقت اللي لازم يقعد بشي يأكل موراها خم شوية كما قلنا قسم يصل للمغرب 20 دقيقة 4 ساعة 10 دقائق تكون ديجا بدأت تأخذ الجسم الفائدة منها تكون ديجا بدأت تطلع لغليساني بالعقل وبدا يتجهز جهازنا الهضمي باش يدير عملية الهضم بالعقل بالنسبة للناس اللي تفطر على الزلابية كما انت فوق ما انا بغي مخطأ كبير ان شاء الله هذا رمضان راك رايح تحاول رايح نحاول أنا من الناس اللي نحاول دائما نغير العدد السيئة بكل صراحة نحاول قدر المستطع أن نعيش صحي كما تغلبت على أخطاء غداء أخرى هذه تاني واحدة يروح تدريجيا واحدة يحب نحي عادة غيرها صحية ماشي ضربة وحدة حنقول لك نحي زلابية مازيش تشوفها يفو برك نقصها وبدل الأموال وقت لتاكلها في صهرية كوني بتيت كونتيتات ماشي عند غير مع الآدن بس كمع الآدن من الأحسن ناخده بس كتمر سكريات مركبة وصحية عكس الزلابية سكريات بسيطة لما يحدث فيه يلا نرجع إلى الفواكه المجاففة اللي عادة ما نشوفها على الطاولة الجزائرية تقريبا 30 يوم هي موجودة معنا ولكن طريقة الطهيها تكون دائما غير صحية يعني نشوفها الحمل حلو الحمل حلو العينة هذه محطوطة على الطاولة ولكن معمرها سكريات أنا فوق موال فواكه الجافة كما العينة والمشماش هادو اللي راهم في الصورة المشماش زبيبيتو سقطو زبيب عندهم فايدة كبيرة عندهم فايدة فيهم بزاف أليا فيهم فيتامينات فيهم معادل المانيزجام ولكن الطريقة على الطهيه والطريقة على الحمل تغيير كل شيء كنا كلهم هكا كداركتو موجودة ويشبعونا عكسا إذا كليناهم في الحمل الحلو الحمل الحلو مكاش لي ميديروش ودوك ماملوك المقل ميديروش أموان نقصوا الحلوية الأخرى أنا الحمل الحلو نحزبوه مع التابع مع القلب اللوز ننصح أموك تقنصميوه كله كمية قليلة والفواكه الجافة باش ما تروحش الفائلة تحوم ننصح تكلهم هكا كي يكونوا جافعين أفضل من أنهم يطيبوهم أفضل من أنهم يطيبوهم بسكي كي يطيبوهم أكيد ستنقص القيمة الغدائية وزيد نديرو لهم هذك السكر كامل ثم خلاص الفيتامينات هذك ما يولوش كما كانوا يعني من بين الأشياء اللي اللحظوها أيضا على الطاولة الجزائرية في رمضان وهو تواجد يعني الأجبان بكل أنواعها على الطاولة يعني يطيبو بكل أنواع الأجبان تشوفي حتى ربما ليقراتهم وهم يحطوا و يخلطوا و ينوعوا الأجبان هل هذا مضر بالصحة إضافة إلى مختلف الصلصات اللي تكون حاضرة على الطاولة كما مايوناس كيتشوب و غيرها من الصلصات اللي كل يوم تخرج صلصة جديدة والناس كنصوميها يعني تحطيو فيها على الطاولة ستطفي نغمال هاتجارة رايح يضرب صحتهم سيختلف في شهر رمضان وحنا نحاولو أنه يكون جسمنا صحي يعني العائق اللي والباش مايكوش عدنا رمضان صحي والهضم تعنا ماروش حيكون ليحن حنرقدو تقاليتو هو القراء على الطاولة قال أنواع تعليصوص عدنا الماكلة كينقليوها مام هادوك الليصوص بيشامالي تتغاليصوص فخوماجا بأنواعها أنا نصح أموا ينقصوا منهم وليسيوا يديرهم أموا بطريقة خفيفة شوية وليوم مايستعملوا ذوك الأجبان اللي يكونوا تقال يستعملوا الفخوماج بلان ولا يستعملوا هاداك الجبن الطازج ولا أموال اللي قراءة انتحهم يكونوا شوية يحفف وتاني يقدروا يديرهم الخضر لداخل بش يكونوا تاني ديجيستيف هي لكن أشياء أيضاً مهمة جداً بالنسبة للجزائري اللي تكون محتوطة على الطاولة اللي هي البن والرائب اللي يحتضح به الجزائري يعني اكثر به سياب يعني حطه هو وكنت قلت في البداية أنه الإنسان لازم يفطر على الماء ولكن بين البن والرائب هي البن والرائب في زوج يعتبروا أن الحليب يكون فاغمونتي يعني يدير عملية تخمر كما على بنا كان بكتيريا نافعة وكان بكتيريا ضرر من الكروش باللي أنه يكون فيها بكتيريا نافعة البن والرائب ولكن لو كان كتروا منه السيخة اللي عندهم عصر في الهضم ومشاكل في البالون ماشي من يحيي كتروا منه من الأحسن يشربوا الماء وإذا شربوا البن يشربوا كصغير بسك لو كان يكتروا منه روحي يسرع نفخ يسرع عصف الهضم بسك لو كان يحيي كتروا منه حتى لو كل يوم يعني ثلاثين يوم لا لا يعني لي ما عندوش مشاكل في الهضم ما عليش يشرب كميات صغيرة بسحلي عندو مشاكل في النفخ من الأحسن يفتح تماما يشرب الكستع الماء مع تمر أحسن ونروح إلى محبوبة الجزائريين على الطويلة الجزائري الخبز اللي يكون حاضر بقوة في رمضان بكل أنواعه كل أنواع الخبز هذا خبز كامل هذا خبز سميد وهذا خبز بالشعير وهذا خبز من غير وهذا سكوبيد وغيرها من أنواع الخبز هل تنصحي بتواجدهم على الطاولة ما هي البدائل اللي لازم نحطوها فيها الطاولة باش نعمروا ولا ناكلوا بها ولا نفطروا بها عفوا هي ستطافة نعمال يشرب هذه الأنواع لكن جنرالما يكونوا جايين ويشوفوا عند البولانجيقة الأشكال والأنواع تلك الخبز ما يبدو يتشهى ويشربوا غير بعينهم ويشربوا كميات كبيرة وبالك ربما كما قلت يرموهم والشين ننصح ما تشربوا كميات كبيرة كل واحد يشرب على قدر عائلته وعلى أفراد العائلة وننصح أيضا بأنواع الخبز اللي يكون صحي شوية اللي يكون فيها ألياف كتر يكون بالقمح الكامل يكون بالشعير يكون باللوسان جوبلا اللي هو النخالة عاكس الخبز الفارينة اللي تكون بيضاء هادا كيفاملون نقصوا منو أموان نشروا خبز يكون صحي شوية ولي عندو الوقت تبجان تريد وكان يحضروا في الدار هكا بشي يكون متأكد وشكاين به المكوينة يلا بالنسبة للناس اللي يدي الكسرة في رمضان هل تنصح بها ولا هو منصوح بها ولا لا يعني كسرة يعني تقيق يحطوا يدي الكسرة هل هو الصحي ولا لا لا بان هي هكا كم عمرة بتقيق والزيت يتو ماشي صحية دانك او مايسي يطيبوها بطريقة شوية صحية كما يقدروا يستعملوا فيها الغمح الكامل ويقدروا يستعملوا فيها زيت زيتون بادل على الزيت تغنى صال وينقصوا شوية الكمية وحتا كي يكون صميه هم يكون صميه بكمية كبيرة بس كي يكون كنصومي بكسرة بكمية كبيرة ولا الخبز بكمية كبيرة ما مش هنلاحقوا بش ناكلوا البروتينات والألياف والكربوهيدرات الصحية دانك من الاحسن هدك الخبز ما نشبعوش راحنا بيه ومناكلوش كمية كبيرة شكرا لك نورما مهدر حضرنا على كل شيء هكيد ان شاء الله نستقبل رمضان بصحة وعافية ان شاء الله نستقبلوها كما نقولوا بتوبة وعبادة سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وأكيد سبقنا رمضان وطاولة رمضان من اليوم احنا اخلاص لبنا بليل هدف رمضان هو تقرب من الله والعبادة شكرا لك لميه على كل المقدمة مقدمة صبحت اليوم وشكرا لقبول دعوات البرنامج كانت تفاعل جميل جدا صبحت اليوم على هاد الفقرات تحديدا استقبل مكالمات الناس شاركونا ايضا بآراءهم شاركونا ايضا بتحضيراتهم لهذا الشهر الفاضي نشكروا كل ناس اللي لا يتحاول تواصل معنا ولكن ما قدرتش تتصل بنا النظرا لوجود ضغط على الاتصالات ومشاهدين لا فاضل مازلنا الى غاية العاشرة الا ربع مازلنا متواصل معكم بفقراتنا المنوعة والمشكلة اكيد مشاهدين لا فاضل الى عندكم موضوع حابين على الجهول ناقشو ويكون حاضر معنا بحت اليوم معلكم غيرت تبعتوه هنا عبر الايميل الخاص بالبرنامج فاصل صغير وراجعين لا فاضل مازلنا الى غاية العاشرة الا ربع بمواضيع مشكلة ومنوعة من فقراتنا ومواضعنا اللي خيرنا هلكم صبيحة اليوم اكيد مشاهدين الى افاضل مواضعنا متنوعة مواضع مشكلة ومواضع غنية اكيد كما شفتوا مشاهدين الى افاضل كما شفتوا في اخر خبر في هذا الموجز رياح قوية في مختلف مناطق الوطن ان شاء الله تكون ان شاء الله ياخد الانسان الحيطة والحذر دياله شما تكون حتى اصابات الانسان ولا لازم نتقيده بكل الالتزامات اللي تصيبهم اكيد يوصل بهم الدرك الوطني صلح الحماية المدنية ايضا نتعرف ايضا على الوضعية او وضعية الطرقات لنهار اليوم في ظل كل التقالبات الجوية في المناطق او في مختلف مناطق الوطن وهل تؤثر هذا الرياح على حركة المرور اكيد وهل ايضا كان في حوادث ناجمة عن هذا الرياح اكيد باش نعرف كل هذا التفاصيل حضر معنا عبر الهاتف السيد الرائد اقول بوشحيت سامير اكيد من خلية الاعلام بقيادة الدرك الوطني اهلا وسهلا بك سيد بوشحيت طبعا خير لكم جميعا ولكل المشاهدين الكراب اكيد الرياح وبريح على مختلف مناطق الوطن ايضا موجود تساقط الامطار في مختلف المناطق ونعرف ايضا انه منذ الصباحة تتدخل يعني في مختلف وسائل الاعلام الجزائرية ما الجديد لحد الان احنا في تمام الساعة تاسعة وثماني دقائق ما يخص الجديد حول حالة شبك الطرقات العابرة لاختصاص الدرك الوطني والتي تأثرت جراء هذه التقلبات الجوية الاخيرة اللي دائما كان فيه يعني تساقط كميات معتبرة من الامطار على المناطق الوسطى وخاصة المناطق الشرقية التي تضررت كثيرا بالخصوص ولاية سكيدا جيجل اذا هناك بعض الطرق اللي ما زالت مغلقة بفعل ارتفاع من سوب المياه الاخرى بسبب ارتفاع بسبب طراكم التلوج نذكر اهم هذه الطرق بالنسبة لولاية جيجل ولاية جيجل كانت لها حصة الاسد من حيث عدد الطرق المغلقة ولكن منذ صباحة هذا اليوم تم تسجيل طريقين ولائيين فقط الطريق الولاية رقم مية وسبعة وثلاثين الاف على مستوى منطقة الكتابة بلدية سلمة بن زيابع بسبب ارتفاع من سوب المياه الطريق الثاني هو الطريق الولاية رقم مية وربعة وثلاثين على مستوى منطقة بوحدادة بلدية شقفة مغلق بسبب ارتفاع من سوب المياه كذلك اذا بالنسبة للولايات الاخرى لدينا ولاية تيزي وزو الطريق الولاية رقم مية على مستوى وطريق قرية تاقمون بلدية اوضيا كذلك الطريق الولاية مukin وبلدية سيدو نعمان هذه الطرق مغلقة بسبب ارتفاع من سوب المياه الطرق المغلقة بفعل تراكم التلوج نبقى في ولاية تيزيوزو لدينا الطريق الولائي رقم مئتين وثلاثة وخمسين اللي يربط بين ولاية تيزيوزو بجاية على مستوى فجر شلاطة بلدية اللي تن إضافها إلى الطريق الوطني رقم خمستاش على مستوى منطقة فجر ديروردة بلدية إفرحونا وطريق الوطني رقم ثلاثة وثلاثين على مستوى منطقة فسول بلدية بولاية البورا لدينا كل من الطريق الوطني ثلاثة وثلاثين والطريق الوطني خمستاش على مستوى منطقة فجر ديروردة ببلدية أغبلو ما زال مغلق أو هذه الطرق ما زالت مغلقة بفعل تراكم التلوج على مستوى كل من منطقة إيكوكار كذلك تيكشده ببلدية الأسلام هذه الطرق المغلقة لحد الساعة هناك بعض الطرق اللي راهي بها صعوبة في السير بسبب انجراف الطربة أو سقوط الأحجار والصخور على الطريق مما أدى إلى غلقها جزئيا نذكر مثلا الطريق الوطني ثمانين اللي يربط بين ولاية جالمة وبلدية صدراتها على مستوى وادحلية بلدية الأخزارة مغلق جزئيا بسبب سقوط صخور على مستوى هذا الطريق مما أدى إلى غلقه جزئيا وحدات الطرق الوطني بالمكان رفقة مصالح الأشغال العمومية من أجل التدخل وفتح هذا الطريق أمام مستعمليه في أقرب الأجال هذا كل فيما يخص حالة شبكة الطرقات لنهار اليوم طيب سيد سامير معروف أنه لم يكن في هبوب رياح في مختلف المناطق وخاصة في المرتفعات أكيد تؤثر على حركة المرور وتتسبب في بعض الحوادث هل هناك إصابات؟ هل في حوادث إلى غاية اللحظة؟ بالنسبة للحوادث التي أنشرت جراء هذه التقلبات الجوية الأخيرة أكيد هي فيها تقلبات جوية، رياح قوية، أمطار، تساقط للتلوج أكيد هناك حوادث بفعل تقلبات جوية وهناك حوادث انفرادية بالنسبة لحصيلة الحوادث المسجلة خلال الأسبوع الطارق أقول تم تسجيل حوالي 126 حادث مرور خلفت هذه الحوادث وفاة 40 شخص وإصابة 168 شخص بجروح متفاوتة الخطورة رغم أن هذه الحصيلة منخفضة نسبيا عن حصيل الأسبوع اللي قبلها إلا أنها ما زالت أو المجهودات لم تصل إلى المستوى المطلوب إذن يجب بدل المزيد من المجهودات من أجل التخفيف من حدة هذه الحوادث المرورية سواء عن طريق توفر إرادة من السائق أو كذلك العمل من طرف جميع الفاعلين على تخفيض هذه الحوادث المرورية عبر شبكة الطرقات دائما الجزيرة العاصمة تحت المرتبة الأولى بيتساح حوادث تليها وليت عن نبا بكذلك تماني حوادث وولاية عن طفلة بسبعة حوادث من الأسباب اللي أدات إلى إرادة هذه الحوادث هي عدم تخفيض السرعة عندما تكون الأحوال الجوية سيئة إذن تم تسجيل عدة حوادث بهذا السبب تقريبا أكثر من 15 حادث أكثر من 15 حادث بسبب عدم تخفيض السرعة عندما تكون الأحوال الجوية رديئة يعني ما تكون فيها أمطار قوية أو رياع كذلك أو زوابع رملية سواءنا لا يحترمون قانون المرور مما يؤدي دائما إلى ارتكاب حوادث مرورية خطيرة خاصة بالطرق والمقاطع الغير مزدوجة والتي تكتر بها كتافة الحركة المرورية طيب سيد سيمير بالنسبة للناس اللي تتخذ من الجبال في هذه الأيام أماكن لأن نزهى خاصة أن البارح كان ربما عطلت نهاية الأسبوع الناس تجهد إلى الجبال تلعب الثلج وتستمتع بهذا الأجواء الشتوية ما مدى أهمية التنسيق بين الدرك الوطني ومختلف الجهات الرسمية الأخرى كالحماية المدنية وغيرها شكرا بالنسبة للتنسيق بين الطريق الوطني ومطالح الحماية المدنية والفاعلين الآخرين هناك التنسيق محكم على مدار الساعة يعني التدخل راح يكون يعني عن طريق تكاتف الجهود بين هذه المصالح لماذا؟ لأنه مخطط التدخل الموضوع من طرف وحدات الدرك الوطني لا يكتمل إلا بفعل تدخل الفاعلين الآخرين لذن كان هناك تنسيق محكم خاصة بالمرتفعات والمناطق الجبالية لتعود المواطنة يصعد لها كمنطقة شريعة مثلا كانت خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه مكتبة تماما بالمواطنين اللي وصلوا إلى هذه المنطقة واللي قدموا إلى هذه المنطقة من جميع الولايات ولكن هذه المنطقة معروفة يعني بشبك طرقاتها الضيقة ومنحدرات شديدة الانحدار وكما قلت منعرجات خطيرة كذلك إذن وقع على مرتفع كبير إذن كان فيها صعوبة في التحكم في حركة المرور خاصة عند العودة عند العودة تجد يعني جميع المواطنين يرجعوا إلى منازلهم في وقت واحد مما يصعب على وحدات الترك الوطني التدخل وتسهيل حركة المرور وتقديم يد المساعدة للمواطنين في ظل كما قلت وجود بعض المقاطع الضيقة والمنحدرات الشديدة للانحدار إذن دائما هنا نوصي المواطنين بضرورة كذلك تقديم يد المساعدة إلى مصالح الترك الوطني عن طريق يعني الاتصال مثلا وكذلك عن طريق الرجوع في وقت مبكر إلى منازل التاهم كذلك عن طريق عدم الوقوف والتوقف في الأماكن الخطيرة هناك من يتوقف في المنعرجات هناك من يتوقف في الأماكن الذي لا يجب أن يتوقف فيها لأنها تشكل خطورة على مستعمل الطريق سواء ليكون نازل من هذه المنطقة السياحية أو ليكون صعد إلى هذه المنطقة السياحية إذن يجب أن يكون هذا مستعمل الطريقي يتفهم كذلك ويقدم يد المساعدة لوحدات الطريق الوطني المنتشرة عبر هذه الطريق من أجل تأمين تأمين المنطقة من أجل كذلك تقديم المساعدة للمواطنين شكرا لك سيد سمير بوشحيت على كل المعلومات المقدمة صبيحة اليوم وعلى هذا التدخل المفيد أكيد الناس اللي رأي تشوفين لازم تأخذ بكل التوجيهات لقلتهم صبيحة اليوم والحيطة والحذر واجبة شكرا يلا لو حاضر معنا موضوع ثقافي بامتياز صبيحة اليوم والأسبوع الماضي تحصل فيلم أو الفيلم الجزائري الروائي القصير ظهرت الصحراء لمدة ديالو 26 دقيقة على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان الأقصر بجمهورية مصر العربية تحصل على جائزة كما قلت لجنة التحكيم خليني نقول الفيلم من إخراج المخرج أسامة بن حسين تحديدا والفيلم انتج سنة 2023 من طرف مركز تطوير السينما الجزائرية قصة الفيلم تدور إبانا حقبة لاستعمار بالجزائر في الصحراء تحديدا في منطقة رجان وما شهدتهم هذا المنطقة من جرائم أكيد باش نتعرف على هذه الجائزة وشنو هي ونباركو لبطلة الفيلم تنو خلولي لتلتحق بنا صبيحة اليوم عبر الهاتف نقول لك أهلا وسهلا بك تنو وألف ألف مبروك على الجائزة كأولى المشاركة أو كأول مشاركة في مهرجان عربي شكرا لك ربي أحبك تنو هل أنت في الاستماع؟ نعم أنا في الاستماع تنو أهلا وسهلا بك ركي على المباشر نباركو لك بهذه الجائزة لهذا الفيلم الروائي القصير مبروك عليكم شكرا ربي أحبك طويلة يلا تنو حكينا شوية على قصة الفيلم على أحداث الفيلم قبل ما نروحه إلى المشاركة في مهرجان الأقصر تحديدا بمصر الفيلم يحكي على الحقبة التي كانت فيها القنبلة النووية في رجان حاولنا الفكرة المخرج كانت أنه يظهر الحياة التي كانت قبل النووي قبل القنبلة ذرية يعني فركزنا على ما قبل القنبلة فكانت أحداث تدور في العائلة اللي فيها الأب مجاهد والزوج مجاهد والأم أيضا جاهدت بطرق أخرى وأسلوب أخرى يعني أنت شابة يعني من المنطقة تحديدا يعني من الجنوب الجزائري كيفاش كلك الضور وحكينا على الضور اللي لعبته في هذا الفيلم الضور مباركة هي أم أرملة لشهيد وعندها ابن وابنت مجاهد في الوقت اللي كانت تدور فيه الأحداث كانت مباركة حامل وكانت مخبي على الإبنتها أنه الأبنتها استشهد يعني كانت بين نارين لم تستطع أن تبكي على زوجها الشهيد وماش قادرة تخبر ابنها أنه الوالد مستشهد وفي نصف الوقت تاني علمت أنه الأب متاعها مجاهد يسمى كانت فيه صراعات كبيرة في إيش هامباركة في همباركة طيب تنو هل هذه أولى مشاركة لكم خارج الجزائر في مهرجان عربي؟ وكانت أول مشاركة لنا وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة إن شاء الله يا ربي وهي كنتم متوقعين تحصلوا هذا الجائزة وتحصلوا على اللقب أو لا؟ كل صراحة؟ والله صراحة أنا شخصياً ما كنت متوقعني الحمد لله كي يجد يعني تنافس بين ست دول عربية على الجائزة أكيد حاجة مش سهلة وحصلت على جائزة لجنة التحكيم نعود نحييكم أيضاً نحكينا على أجواء العمل كيفاش كانت على ظروف العمل أيضاً والله أجواء العمل كانت صعيبة وعنما أكتعرف الصحراء وتميمون بالتحديد برجة الحرارة كانت عالية جداً ومدة العمل كانت عشر أيام يعني كنا في صراع مع الوقت من الحمد لله فاتت رائعة جداً جميل حكينا شوية أيضاً خلينا في الصورة كيفاش كانت تعامل بينك وبين الممثليين والفريق التقني في الفيلم بيننا الممثلي كان معي الطفل محمد اللي كان دور الإبنتاعي كان أول مرة يمثل كان موهبة رائعة جداً كنا خايفين يعني نلقوا معه بعض الصعوبات كتعرف التعامل مع الطفل موهج ساهل لكن رحنا نتعامل مع رجل في جسد طفل صغير كان رائع جداً مبدع كان موهبة للعمل كان أصلاً يتمنى أنه يعمل عمل تلفزيوني أو سينماعي كذلك كان لي اعتباط مع الراحل حالي مزريبي عربي رحمه ثاني إنسان مبدع فوق الإبداع خارق كنت متخوفة أنك يقري رح أن أتخدم معه حالي مزريبي رغم أنه مش أول مرة نخدم معه لكن هذه المرة كان اتصالي به أكبر من المرات الماضية ولكن الحمد لله حالي نزري بي عربي رحموك تخدم معه ما تحسش أنك تخدم مع فنان كبير بطريقة التعامل تعمل معك ومنها فربي رحمه طيب بنت كنا نتمنى ونشوفوا الإعلان الطرويجي لألفين لما ظهرت الصحراء لأنه خلني نقل المودة الموجودة على الأنترنت صعب تحميلها لأنه مهم جدا أنه يروج لهذا الفيلم قبل ما يروح إلى المهرجانات العربية يكون مسوقين له بطريقة جيدة في الجزائر خاصة أنه الجمهور الجزائري والجزائري يهم ويعرف تاريخ بلاده ويعرف الصورة ويعرف الصورة اللي نقلتوها في هذا القصة تحديدا وذلك للأسف الشديد ما قدرناش نحصل على هذا الشيء ربما تحكينا على أهمية الترويج للأعمال السينمائية الجزائرية إن كانت روائية أو فيلم درامية أو غيرها قصيرة أو طويلة أيضا في تسويق للفيلم وللممثل وللثقافة والتاريخ الجزائري تنو من فضلك؟ هو أكيد الترويج مهم مهم جدا وهذا وشعر أن نشوفه في الفيلم تاني ما كانت ترويج داخل الوطن ومشاركة دولية فترويج عامل مهم جدا في العمل السينمائي بالأخص السينمائي يعني الشاشة لنا تتفرر الشاشة لكن في السينما مش كل الناس يعني يتبع في السينما تذلك نقول أن الترويج مهم عنصر هام جدا في العمل تنو كنا حابين أيضا تكون يحاضرين معنا في الستوديو ولكن للأسف الشديد ركي في برج بوريليج لارتباطات مهنية قدروا نعرفه ربما وشركة وجدي وشركة حضري بما أنه رانا على أبواب رمضان خليني نقول راني في البرج راني في جولة فنية بمصرحة سفار من إنتاج المصرح الجهة والأغوات والتي حصلت على الثلاث جوائز في المصرحة المحترف رانا في جولة فنية درنا عشر ولايات تبقى وأربع ولايات سفارة شأن أكيد مسرح الأغوات يلقى رواج عند المصرحيين تحديدا والمصرحية دي لكم أيضا سمعنا عليها حكينا شوية عليها وخلي الجمهور نشوق الجمهور لها أكتر مسرحية سفار من كتابة وإخراج المخرج هارون الكيلاني المصرحية تتحدث عن ما يحدث الآن أو ما هي تنبؤ لما سيحدث ستحدث عن القوى الأربع المهيمة وتتحدث عن الإفريقيا والشام التي ستنتصر أكيد في الأخير ودوري كان فيها هو دور المرأة الإفريقية طاكين التي معناها المرأة الإفريقية المهاجرة يلا نتمنى لكل التوفيق تنو في هذا المشاركة ولكن نعود نرجع إلى الفيلم اللي شاركته به في مهرجان الأقصر بجمهورية مصر العربية نحب نعرف الآن ما هي الأشياء ربما لاعتمدت عليها لجنة التحكيم باش تعطيكم هذا الجائزة أو جائزة لجنة التحكيم تحديدا اللي فيها معايير خلينا نقول دقيقة والله أنا ما كنتش حاضرة في المهرجان للأسف لأنني كانت عندي ارتباطاتها هنا في الجزائر فما كانش عندي علم بالكيفية الانتقاء وهذه الأمور تفاصيل طيب بالنسبة للأصدق كيفاش كانت في المهرجان نلمخرج حكينا شوية خلينا في الصورة وقيل لك كنت صهرة ورقتي وحنا نوضناك تنو نعم عادي مش مشكلة شكرا لليك بالنسبة للأصدق أنا كنت نحكي مع المخرج كانت أصدق رائعة جدا بالأخص من بعض الطلبة اللي كانوا تم درسوا السينما ومننا كان عندهم انطباع جيد للفيلم وبما أنه تاني المخرج كان أول فرصة له بإخراج قال لي كانت أصدق جميلة جدا سواء من طلب الجدود أو من دكاتر اللي كانوا حاضرين كانت أصدق رائعة جميل طيب نرجع دائما إلى عنوان الفيلم زهرة الصحراء اللي كنا شهدنا أيضا هذا العنوان من قبل في فيلم طويل زهرة الجزائر خليني نقول كنا حضرنا أو لشهدنا من قبل هذا الموضوع في فيلم طويل شكون هي زهرة الجزائر ولماذا نشوفها في العنوان زهرة الصحراء عفوا زهرة الصحراء نقدر نقوله هي الزهرة نعبر بها على الأمل نقدر نقوله أنه المنطقة هي كانت زهرة لأنه قبل النووي لما سألوهم على خيرت منطقة رقام بالتحديد قالوا لأنها خالية من السكان من الحياة والزهرة تعبر عن الحياة لذلك كان عنوان زهرة الصحراء طيب تنو نشوف أنه الفيلم هذا فيه 26 دقيقة وهو مصنف ضمن الأعمال القاصرة ما تشوفيش ربما 26 دقيقة غير كافية لرواية بزاف تفاصيل ربما رح يختزلون في هذا العمل وبتالي أثر على ربما القصة والحبكة تحديدا هو أكيد أثر تأثير كبير حتى على السيناريو لأن السيناريو كان عميق جدا ليكتبوا الكاتب أسامة بن حسين كان عميق جدا 26 دقيقة ظلمت السيناريو وظلمت القصة كان مصوب يكون فيلم طويل ولسا فيلم قافر ولكن نتمنى وصلتنا الضوء على أهم النقاط ومن يكونوا شفلتنا فيه مهمة فيه طيب بالحديث على الأمل لنشوفوا أنه في الصورة في أمل يعني بين أم وابنها وعنوان أيضا يرمز للأمل وأتفأل هل هذا الأمل ربما مرتبط بالأم أم الطفل في العمل هو الأمل الأم تستمد الأمل لتعه من الطفل والطفل يستمد الأمل لتعه من الأم كانت أحاسيس مشتركة بيني وبين الطفل يعني حاولت في هذه المشهد أني نحضنه لأنه في هذه المشهد كانت ما ونعرفت أنه الأب بنته وستشهد فكانت كل العبارات تخون الأم مباركة في تلك اللحظة فما كان عليها إلا أن أحتضنا ابنها وتعطيه قليل من الأمان والأمل طيب نقول دائما نحن أنه خليني نقول كل شيء في الجزائر يعطينا أمل الأرض تعطينا الأمل العائلة تعطينا أمل الأهل يعطينا أمل أكيد الدراسة تعطينا أمل كل حاجة في الحياة لازم نستغلها كأمل خليني نقول في حياتنا طب كسؤال ختامي ربما هل تحاولي توصلي دائما في سينما هل عندك أعمال عرضها عليك بش نسنوك فيها ولا لا لحد الأن ما كان حتى عرض حاليا ما كانش أعمال جديدة كان فيلم وتصور عنده مدة ولكن راح يظهر إن شاء الله قريبا راح نخليه مفاجأة يلا عطينا المفاجأة يعني إحنا ما كانش واحد يمر علينا على البرنامج راح نخليها مفاجأة كغيمة يلا عطينا بعض تفاصيل قصير فيلم طاول مرتبط بالصحراء أو بالجزائر ككل نعم هل هو فيلم قصير طاول مرتبط بالصحراء بالشمال بالجزائر ككل حكينا بالمرأة بالرجل فيلم طاول وفيها بين الشمال يعني يجمع الجزائر كل إن شاء الله يا ربي هل المرأة دور أساسي في هذا الفيلم أو لا لا؟ نعم عندها دور كبير المرأة في أنها تحمي تحمي نفسها وتحمي عائلتها كما نعرف المرأة الجزائرية يعني تنعطينا كل هذه التفاصيل بعد ما تقوليناش العنوان لا راح يبقى حصري حصري لنا أو لمن شكرا لك تنخيلوا لي على هذا الإطلال الجميل عبر الهاتف ركم تواجده أكيد ببرج بوع الرجل لارتباطات مهنية ولجولة مصرحية أيضا عبر مختلف ربوع الوطن نتمنى لكم التوفيق لك وكل الفريق كان المفروض أن يكون معنا المخرج ولكن نتعدل عليه لأنه مقدرناش نتواصل معه بطريقة مباشرة لارتباطاته المهنية إن شاء الله يكون حاضر معنا في أعداد أخرى ونحكو أكتر وأكتر على هذا الفيلم إن شاء الله شكرا لك على هذه الاستضافة وأعتذي بأنني مقدرتش نحضر معكم وبرك الله بك شكرا أكيد في مواعيد لاحقة والبرنامج مفتوح لك في أي لحظات تقدري تجي وتحضري معنا ونحكو على كل الأعمال والمشاريع المستقبلية شكرا لك مرة أخرى تنخيلوا لي باش تقولين مرة جاي على عنوان الفيلم يلا إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك مرة أخرى على قبول دعوت البرنامج